السلام عليكم وعملين ايه رب تكونوا جميعا بخير اليوم سوف نشوف افكار بسيطة وسهلة لعادة تدوير الملابس القديمة اي ان كانت ملابس قديمة او طرح قديمة سوف نعمل افكار بسيطة وسهلة وطبعا كلها تنفعنا في البيت سوف نستخدم هنا جزء من بانطالون جنس طبعا بانطالون قديم خدت جزء من الرجل والجزء كان عليه رسمة بسيطة استخدمت هنا سستة قديمة وستخدم القبة والخيط وعمل ثانية بسيطة من على الطرف القماش بعد كده بخيطة سستة بالشكل ده كده مع الجزء اللي احنا خدناه من الرجل للبانطالون سهل جدا ومفروش اي حاجة وكمان مش يغل معاك اي وقت واقمن حاجة هي الخيطة عشان طبعا ما يتفكش بعد كده بقلبها بالشكل ده كده على الطرف الجزء اللي انا خدته ده هيكون مقاسه حوالي 22 سنطر طبعا الحجم اللي انت عايزاله وعايزاله اكبر من كده قفلت بالشكل ده كده من الجنبين برضو باستخدام الابعة والخيطة بايجي من عند الجنب بالشكل ده كده وبعمل شكل مسلس بالطريقة دي هيدي معي نتيجة حلوة قوي وكمان هيبقى معالي شكل الجزء اللي احنا بنعمله من الناحيتين كده طبعا من الاربع جوين بها تبقى بنفس الطريقة وبنفس المقاسه تبقى بالشكل ده كده عندنا مقلمة او منظم للمكياج طبعا مش ياخد معاك اي مساحة خالص وكمان في نفس الوقت ياخد معاك حاجة كده قوي وتقدري كمان تستخدمي تزليم بسيط كده حوالين السوستة هيبقى شكله احلى كمان لو انت حبيت تستخدمي كده خامة بسيط ممكن كمان ان احنا نستخدم بوايا القماش او القصائص اللي بتبقى موجودة عندنا فكرة عملية وتنفعنا كلنا في البيت هستخدم بالشكل ده كده جزء من القماش ممكن طبعا تستخدمي هنا اي ريموت ريموت تكيف او ريموت تلفزيون او ريسيفر طبعا مشكلتنا كلنا ان الريموت بعد فترة ومنلاقيه تقصر فاحنا هنعمل كده فكرة بسيطة لريموت هتحافظ عليه هستخدم بالشكل ده كده جزء من القماش وخدت المقايز بتاع الريموت نفسه زي ما احنا شايفينه كده حددت على ظهر القماش بالطريقة دي وزودت في الجنب حوالي واحد سنتي او واحد ونص سنتي وعلمت وعملت بورده بالطريقة دي كده شكل بسيط من تحت هستخدم بعد كده جزء من الاكياس بتاعت المشتريات بتبقى الاكياس دي تقيلة شوية بتستخدمي طبعا اي مشمع تقيلة هبتدي كده ان انا اسبت المشمع ده على الجزء اده من الضهر ان احنا اخدناه من القماش وبرده زيادات الموجودة عندي في الكيس بالشكل ده بقصها وهستخدم بعد كده جزء تاني من القماشة وبسبتها كده على الضهر ونخلي الوش منبال الفكرة دي عملية وكماما ما بتاخدش اي وقت استغني بقى عن الشمع لو انتي حاسة ان هو مش هيبقى احسن حاجة واستخدم القبرة والخيط ثبت كده الجزءين على بعض وبعد كده بقص برده كل الزيادات ومن نفس الكيس اللي انا استخدمته كان فيه زي زرار كده قفلة بتاعة الكيس نفسه انا هقصها وهستخدمها هنا عشان نقفل بيها الجريب زي ما احنا شايفين ثبت الجزءين بنفس الشكل كده واستخدمت هنا الشمع ممكن برضه ان احنا نستخدم تزيين بسيط من الجبيرة هي فئة جدا في الشكل اللي هي وهنعمل فتحة بسيطة كده في القماش مكان العدسة بتاعة ارموت عشان يقلب بكل سهولة هنستخدم بعد كده اي شكار عندنا قديمة اي شكارة تقيلة اهم حاجة ان احنا نعمل بها ورد وفكرة حلوة وكلنا محتاجنا هستخدم بالشكل ده شكارة ارز وده كانت شكارة تقيلة هستخدم بعد كده طرحة قديمة طبعا انا قلبت هنا الشكارة على الضهر وهبتدي ان انا اغلفها الاول من جوه استخدمت هنا قماشة قديمة طرحة قديمة اي بلوزة قديمة عندك حاجات دي كلها بنعيد تدويرها ونستغلها في افكار عملية وتنفعنا ثبت بالطريقة دي كده القماشة على الجزء اللي من جوه كله وطبعا احنا هنا ممكن نستخدم القربة والخيط عادي جدا هستخدم كمان سوستة زي ما احنا شايفين كده السوستة دي كبيرة شوية تقريبا 30 سنتي وبسبتها بالطريقة دي كده على الجزء اللي من جوه زي ما احنا شغالين عادي وبخلي الفتحة بتاعة السوستة او الوش بتاعها من بلد خدت كمان جزء تاني من نفس الطرحة اللي انا استخدمتها وهبتدي كده ان انا اتنيها بالطريقة دي وخدت الجزء ده بطول الطرحة كلها وباتنيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده وممكن برضه ان احنا نستغنى عن الشم ونستخدم القربة والخيط عادي جدا هنا بتني الجزء ده على بعضه لحد ما بيبقى تقيل معنا على قد ما نقدر وبكوي كمان بالمكوى عشان يتفرد معنا اكتر وبقسمها بالشكل ده كده الجزءين متساوين وبسبتها بالطريقة دي على الشقرة طبعا انا قلبتها كده على الوش بتاعها عادي وهسبت كده الجزءين او اليد وصوت بعض بالزبط وبعد كده هبتدي ان انا استخدم جزء تاني من القماشة او الطرحة اللي عندي وبغلب بعد كده الجزء اللي من برضه برضه التغليف بسيط وسهل وما بياخدش اي وقت ممكن برضه ان احنا يعني نستخدم هنا الابة والخيط ونخيط القماشة عندنا في الشقرة هيبقى طبعا احسن بكتير من الشمع بس هو الشمع وابدو ناتيجته حلوة بس عشان يكون احسن كمان نحنا نقدر نخسلها بعد كده فنستخدم الابة والخيط احسن بكتير خلفت بالشكل ده كده الشقرة المنبرع اقص بعد كده كل الزيادة اللي في القماشة جزء الزيادة كله اللي منبرع وكمان من فوق وبتني بعد كده زيادة بسيطة خالص عشان تدي معنا شكل احلى والزيادة كمان للموودة من تحت بقصها وابدو بعمل تانية كده بسيطة خالص عشان اقفل الجزء ده ويبقى الشغل عندي كله متأفل حلوة قوي ممكن دوعا احنا نستخدم تازين بسيط والتازين ده بجاعلك انت اداري تستخدم تازين او لا انا هنا هستخدم الكبير ده وبسبده كده على الطرف ممكن بقى نستخدمها اكتر من استخدام ممكن استخدمها شنطة للبحر وممكن كمان تستخدميها للسوق ممكن تستخدميها لكذا حاجة فكرتها عملية وبسيطة وكمان متينة هنستخدم بعد كده بواق الجنس فاكرة حلوة بورد وبسيطة نستخدم هنا دايرتين من الجنس سيكونوا بنفس المقاس وبخيط الجزء ده كده في بعضه على الضع وسبت فتحة بسيطة ممكن بقى نستخدم هنا قصائص القماش ونعبي الجزء او الدايرة دي بفايبر او قصائص قماش او حتى اطنة وبعد كده بعد ما بقفلها كويس من الجنب اللي احنا سبناها مفتوح بقسمها بالطريقة دي كده لكذا جزء السماء الاول لنصين وبعد كده النصين لنصين تاني وكل جزء عندي بقسمه بالطريقة دي كده بالابعاء والخيط سهلة جدا وكما ما بتاخدش اي وقت طبعا ممكن نبتزها بحجم اقوى على حسب ما انت عايزة وبعد كده استخدم جزء تاني من نفس الجنس دايرة صغيرة واستخدمت الابعاء والخيط وصرقت الجزء ده كده منع الطرف وقبل ما بقفل الجزء ده برضو استخدم جزء تاني من الفايبر وبعديها بالطريقة دي عشان تبقى شكلها احسن كمان وهو ثبتها في نصف الدايرة الكبيرة ممكن برضو نستخدم هنا تزيين بسيط من الاسترس او الجبير او الدنتر لأي حاجة برضو متاحة عندك استخدميها عايزين بس نداري شكل الخيوط اللي موجودة فهستخدم كده الاسترس ده هستخدم بعد كده دايرة تاني من الجنس ممكن استخدم خيط او قستك ونثبتها بالطريقة دي كده من الجنب ونثبت جواها الدايرة دي ممكن استخدمها للدوريس ممكن كمان استخدميها كده لما من دوسطورة كمان ممكن استخدم الطرح القديمة فكرة عملية وكمان هتنفعنا كلنا هستخدم كده طرحة قديمة والطرحة دي برضو فيها مشكلة هستخدم هنا غطة مدور او صنية مدورة وخدت مقاس الدايرة دي علمت طبعا على الطرحة عشان تسهل معيه بقص الدايرة دي وانا هنا تانية الطرحة لطبقتين يعني هنا هيكونوا الدايرة دين هستخدم غطة تاني مدور وبسبت الغطة ده في نص الدايرة اللي احنا خدناها ووردو هنا القماشة جاوزاها وهبتدي كده نقصها من النص عشان يبقى عندي الفتحة دي هستخدم القبرة والخيط وبعد كده باصرج الجزء اللي من ضرع وبنقفل الجزء اللي في النص ده هستخدم بعد كده الفيبر او القطن او حتى قصائص القماشة هنستخدم اي حاجة موجودة عندنا وبحش بيها الجزء الدايرة اللي عندنا دي هستخدم بعد كده قماشة تانية وبفتدي كده ان اخد المقاس بتاع الجزء اللي في النص وبفرغه بالطريقة دي كده وبعد كده بسبت القماشة دي على الجزء التاني اللي عندي اللي هو اللي احنا استخدمناه في الاول وعملنا به شكل دونالس فنستخدم هنا اي قماشة بلون مختلف وبنفذي كده ان احنا نثبتها على الدايرة الاولانية وبيجي كده من عند الطريق بتاع القماشة وبعمل شكل زي جزيك عشان تدي معينا شكل طبيعي افتر فسبت الجزء ده كده بالطريقة دي على القماشة من بارة او الجزء الاولاني وبعد كده استخدم تزيين بسيط منه الجبير هيدي معينا كمان شكل احلى وبسبت من نفس الجبير ده على الدايرة اللي في النص هقص كمان اجزاء صغيرة كده من الالوان الوان تانية مختلفة ممكن هنا نستخدم الفوم حتى الملون وناخد كده اجزاء منه ولو انت مش عندك قماشة وهبتدي كده ان انا نقص منها قصات صغيرة عشان تدي معينا تأثيرات بتاعة شكل الدونتس باردو هتدي معينا شكل احلى وممكن طبعا نستخدمها بالشكل ده كده ستند الموبايل ممكن كمان تستخدميها رشاقة للتبابيس ممكن تستخدميها بشكل ديكوري بالطريقة دي كمان ممكن نستخدم بوايا القماش فكرة عملية وكمان مختلفة هنستخدم بالشكل ده كده جزئي من القماش هيكونوا بنفس المعيس وجزء التالت هيكون معيسه اصغر شوي باتني بالشكل ده كده الطرفين بتوعي الجزء على بعض وبعد كده باستخدم من الابة والخيط وبقفل الجزء ده كله بقفله من الجنب الاول وبعد كده بقلبه على الوش كل الاجزاء برضو بنفس الطريقة الجزء الصغير هستخدم هنا قستك من العريض ممكن اي قستك برضو مفيش مشكلة وبعدي بالشكل ده الاسطيك من اللاحية التالية وباثبته كده على الطرف وباجي من الطرف التاني وباشدته بالطريقة دي عشان يدي معينا شكل الكشكشة ده وبقفله باردو بالابة والخيط طبعا بنخيط الاسطيك مع القماش وبنقفلهم على بعض باجي عند الجزءين التانيين اللي بنفس المعيس وبعمل شكل اكس كده وبالمي الجزء على بعضه وبخيطه كده من الطرف نجمع بقى الاجزاء مع بعضه برضو هنا الابة والخيط هيبقى احسن حاجة عشان تدي معينا نتيجة حلوية بالشكل ده كده عملنا بندينا من بوري القماش بطريقة سهلة هستخدم هنا علبة بلاستيك اي علبة بلاستيك تجون بحجم صغير او كبير الفكرة حلوة او وكمان استخدمتها كتير هستخدم هنا اجزاء من القماش القديم وهبتدي كده ان انا اغلف بها العلبة منبرة فاغلفها كده بالطريقة دي بكل سهولة طبعا لجزء من عباية قديمة وهستخدم به الفكرة دي وبعد كده هبتدي ان انا اسبت القماشة بالطريقة دي كده على الطرف بتاع العلبة وبنغلفها كويس جدا وزيادات كلها بقصها والزيادة اللي موجودة في الظهر دي كلها بتنيها كده عشان تبقى شكلها احسن كمان ويبقاش بيين اي تعريجات في القماشة واللي في الجنب بورده هبتدي كده ان انا قص الزيادة وهو هعمل تانية بسيطة في الجنب وبتنيها بالطريقة دي وشكل العلبة من جوه حلوي يعني مش لازم خالص ان احنا نغلفها من جوه خليها بنفس لونها المهم ان احنا برضو زيادة اللي موجودة في الطرف من جوه وبنتنيها على الناحية التانية وبرضو هناخد كده جزء تاني من القماشة دي كلها عصائص قماش وقماش قديم وملبس قديمة احنا بنستغلها كده في افكار بسيطة غلفت ضهر العلبة وهستخدم هنا جبير او اي حاجة كده لكتزيين بسيطة والحاجات دي كلها تبير موجودة في محلية ادوات الخياطة ثبتت من الشكل ده على العلمة من تحته كمان من فوق هتدي شكل احلى كمان معينا وممكن احنا نستخدم تزيين بسيط كده عشان نقصر اللون فهستخدم هنا وردتين من الفوم وبسبتهم بالشكل ده هنقدر بقى نحنا نستخدمها كمنظم للرموتات ممكن كمان منظم عندك في المطبخ او على المكتب شكلها بسيط وسهل ممكن كمان نستخدم هنا اي بلوزة قديمة عندنا في ان احنا نعمل منها فكرة بسيطة هستخدم هنا جزء من بلوزة قديمة خدت طبعا الجزء اللي كان سليم فيها وبعد كده هستخدم هنا الاستراص الكذاب ده موجود ببعده في محلية ادوات الخياطة ممكن تستخدمي جبير اي حاجة عندك استخدميه انا هسبت كده من الاستراص ده على الطرف من كل الجوانب وبعده هستخدم جزء تاني وبسبته كده على الجناب كلها وممكن استخدم المفرش ده عندك في اي رفن عندك في البيت وممكن كمان تعملي اكتر من واحد بنفس الميز ونفس الحجم وستخدميه عندك في النيش ودي كلها كانت افقار بسيطة وسهلة لعادة تدوير واستقلال الملابس القديمة او الطرح القديمة اللي بتبقى موجودة عندنا وطبعا احنا هنا مستخدمناش مكانة خياطة خالص احنا استخدمنا الابة والخيط وكمان الشام اتمنى افقار النهاردة تكون عجبتكم وسلام عليكم